هذا وتحتفي دول العالم في الخامس من أبريل من كل عام باليوم الدولي للضمير الذي تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة عام 2019 استجابة لمبادرة مملكة البحرين ويهدف اليوم الدولي للضمير إلى تعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف والكراهية في جميع أنحاء العالم إدراكاً لأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام ونبذ العنف والكراهية يحتفي العالم كل عام في الخامس من إبريل باليوم الدولي للضمير بمبادرة بحرينية أثمرت عن إقراره في عام 2019 من قبل الأمم المتحدة كإحدى المناسبات العالمية التي تهدف إلى تعزيز التضامن والتفاهم المشترك بما يعزز التنمية المستدامة على أسس من الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان اليوم الدولي للضمير هو تذكير بأن التحديات والمخاطر الدولية الراهنة تفرض على العالم تحكم الضمير الإنساني في وقف الحروب والصراعات ومسبباتها وتوجيه الموارد والثروات لأغراض التنمية المستدامة ومعالجة مشكلات الفقر والجوع والأوبئة لسيما في الدول الأقل نموا وترسيخ قيم الإيخاء والعدالة والتعايش بين الأديان والثقافة والحضارات وانطلاقا من الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفيظه الله ورعاه تتسم مملكة البحرين بالنهج الرفيع الذي بلغت من خلاله مراتب متقدمة وباتت مثالا يحتذا به في التعايش والسلم والأمن ضمن سياستها وعلاقاتها القائمة على الاتزان والاعتدال والمبادرات الاستثنائية لتعزيز السلام العالمي ونشر روح التعايش الإنساني بين الشعوب والمجتمعات إن العالم اليوم في حاجة ماسة إلى نشر ثقافة التعايش والسلام وإشاعة روح الألفة والتضامن بين الشعوب وجعل القيم السامية ركزة التقاء الثقافات المختلفة في إطار التمسك بمبادئ الشرعية الدولية واحترام المواثيق الإقليمية والدولية والالتزام بصون الحقوق والكرامة الإنسانية للجميع دون تمييز